السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله واشركم باروكا ونزولا عن طلبكم وطلب الأخوات اللي وصوني في الواتساب فاجبت لكم ستوك ديال هاشور ستوك جديد اللي غادي ان شاء الله نرسل الكمية اللولة دياله والأخوات اللي وصوني عليها والبقية ان شاء الله اللي بغات دوز لكمون دياله فمرحبا بها رائع رائع جدا الصنع ديالها ألماني كانت مقطوعة واحد المدة طويلة وهي مكيناش نهائيا عند الفوغني السوق من بعد فرجعت بدلوا لي هالومبلاج ديالها لماكية نفسها يعني كوكين فقد زادوا عليها دي موديفكاسيون اللي هما زوينين ووليت بشكل اللي هو أحسن فمن بين الحواج اللي غيروا في الفيرسون ديالها الجديدة هو الغطة ديالها لأنه الغطة اللي كان قبل في الهاشور اللي قبل كان شوية في واحد دي فوق في الوسط دياله لأنه يعني كان شي شوية ما مفينيش ولكن هادي كما كتشوفوه مفينيه مزيان والغطة ديالها كيتسد بإحكم فهنا هي كتشوفوه مضباباشي شوية لأنني كنت ديجا كنجرب فيها يعني قبل ما نحطها لكم في القناة فجربت فيها مجموعة ديال استعمالات حتى تأكت من الجودة ديالها وتأكت من الحويجات كاملين اللي ممكن أنه يخلقوا مشكي عاد باش حطيتها لكم فهنا هي كان فيها لولا نية كان فيها فعلا هادك تدفو ديال الغطة وكذلك زادوا فيها البرتوية هادة الديده هادة من ينكيت هزل المطور سوف يضم الختلافات اللي كينين ما بين هاد هاد الجديدة مع هادك اللي كانت قبل فكيجوا مع هادة ديال السكاكين اللي فيهم جوش فرات جوش سكاكين اللي فيهم ربعة ديال الشفرات اللي هما هادو كيجوا هنا انتوما كتركبوهم بليفيس ديالهم اللي اينوكسي دا بكل المسائل ديالها مما تصداش نهائيا بالنسبة لبول ديال الزج فهو تقيل والزج ديال وراه اغلض والبول ديال اينوكس كذلك ما كيش نهائيا حس الصدى كيجوا معاهم جوش ديال الجليدات هاكدا باش مينزلقوش لكم فوق سطح العمل وكتجي سباتيول هادية وهادو مال اكسسوارات كامل فاللي بغات دوز لكومون ديالها فاسرع وقت لانه والكمية جدا محدودة رسلت منها جزء الاخوات اللي ديالجا كانوا مصيوني عليها وبقات عندي هادو الكارتونة هادي فقط فاللي بغاتها ما تردتش باش انها تكون منضيها راشيحة جزوينة مضمونة ومجربة مية في المية غادي ندوز باش نشارك معكم الاستعمالات الكاملة اللي جربت فيها كذلك نعطيكم مجموعة من نصائح وهكدا فالهاشوار راه ما فيهاش نهائيا مشكل ديالصدا كان عاود ناكد انا مجربها شخصيا عادي باش شاركتها معكم طبعا باش هكدا ما نتحشمش نهائيا معكم لانا اتقا ديالكم والمستقية ديالي اهم اهم حاجة عندي البيع والشرارة مشي هو راس المال بالعكس راس المال هو اتقا ديالاخوات اللي كومونضو وعاودوكم منضو من عندي فهد الحاجة هدي كتفرحني بزا 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 لانه الحمدللله وصلت لقلوبكم اللي توصلت معي كتقولي يا راه ما شاء الله شي حاجة زوينة وعجباتهم وكي الاخوات اللي عاودوكم منضو من عندي ندوز بان صاوب لونبالاج ان شاء الله داروري من لونبالاج باش كتوصلكم زيانة وكوكا في حتى شي حاجة مع الترنسبور وما انه دابا نحن على ابواب شهر رمضان مبارك ان شاء الله يدخل لنا بصح والسلامة فاكيد الاكترية ديالاخوات غيكونوا بغين يوجدوا سلو ديالهم فهنا يا اه طحنت الكوكاو في الهاشوار باش اكدا نوريكم نتيجة اللي كتاطي بنسبة للناس اللي ما كيبغوش انهم يخلطوا سلو ديالهم بالدهون او لا يضافوا لي الزبدة او لا الزيت فالهاشوار طوب ستطحنوا حتى يتنيل و يخرج الزيت اللي فيه يعني ممكن انكم تطحنوا فيها اللوز الكوكاو و الزنجلان حتى يطلق الزيت اللي فيه وبالتالي ما غطروا انكم تضيفوا حتى ما تدهونية نهائيا باش جمعوا لسفوف ديالكم او لسلو ديالكم وهكا غي يطح لكم اقتصادي و خفيف و صحي مية في المياه فهنا يا بامكانكم انكم تطحنوا لهالدرجه هذي وبامكانكم انكم تنيلوا في هالحاجة حتى ترجع يعني تطلق الزيت دياله تماما و التعجل فالمطور ديالها راه بويسان يعني 1500 وط سيطحن اي حاجة قدامه شكرا لكم هي شكرا راسها شي حاجة اللي زوينة و تستاهل ماشي غير تقضي يعني غير غير ديبانة جوصافي ولكن شي حاجة اللي صحيحة و تستاهل و ديال تمارة يعني تطحني فيها كل شي ما كانش نهائيا يعني يعني تحسي بانها ما كتطحنش ولكن وعرا وعرا انا عفتوا راه حمقاتني ديجا عندي وحدة اللي تشاركت معكم من قبل و زيت هذي حيث حمقاتني صراحة شوفوا النتيجة ديال الكوكو ما تحتاجوش اضافوا معها شي حاجة و المطور ديالها ما كيسخنش نهائيا يعني تطحنو باحتن الساعة ما كتسخنش نهائيا و نايزت علي زيت العود و او او املو ديالنا ديال الدراويش او اصبح واجد شوفوا لي بقوام دياله كيفش داير راه ملس و مطحون مزيان و من الحوايج اللي كان احتاجو بزار في رمضان اللي هو الربيع الكرافس مهم الاشيئ هذا فالاغلبية ديالها شوارات ما كيطحنوش الربيع باللعواد دياله ولكن مع هاد الاشوار هاد ما تضربوش لهم الحساب نهائيا فهنا يجب التلموس ديال الربعة باش نوريكم بتطريقة كيفش يتركبو باش هكذا الاخوات ما يجومش صعيب انو ميركبوهم فساهلي مزيف كتاخدو غير دوك الشفارات و كتاخدو ليفيس و كتاخدو هكذا الشفار كتقلبوها باتشكل هذا بحيث انها يعني تدخل هذيك البلصة ديال المصامر تباليكم و سا في كل شفارات كتاخدو لها جوج ديال المصامر بنسبة ليفيس اكسسوارات كامل رغم شي غاجيت و تشاركتها معاكم ما راح تضربت عندي مدة عاد باش تشاركتها معاكم حتى كانت تأكد من الكاليتي و كانت تأكد من المسائل كلها بان ما كنش فيها شي مشكل عاد باش كنحطها انها تبع لانهو الاخوات راح كيت قفية المصدقية ديالية كل شي ما كان نغامرش بها نهائيا فالحاجة حتك تعجبني و كانت يقن من ناعد هنا قدرت الربيع باش تشوفوا معايا النتيجة اللي كتدير للربيع را بالزربة هنا غادي نركبها وهنا يكينين فيها جوج ديال السرعات يعني اما تقرضوها رقيق و هنا يشوفوا ما شوش حال ديالوقت راجوج دربة ثلاثة دربة كترررربيع كلهم قررت بالتساوي ما كيبانش لكم بانهو فيه نهائيا شي حس ديال العواده ما شاء الله شوش حس دربة و متحمسة لانهو فعلا هادل هاشوارها تستاهل تستاهل انها تكون في بيت ديالكله اخت لانها شوش حاجه اللي زوينه 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 بسف زف كطحن لكشي رائع اعمام مع هاش نيائيا المشاكل انتم ماشوفوا اليال الربيع كيف اش مقرد جمعتكم قرعاء و تلاجة و هنا لديو خيز اللي هو من الخضر اللي قاسحين و ما شاء اي هاشوار سوف تقردوا لكم او تحكوا لكم مزيان فانتو ما شوفوا معايا النتيجة اللي غادي تعطي هكا لا بغيتو الحشوات او لا بغيتو العاصر فشوفوا لي النتيجة كيف اشتريها في دقائر في تواني ماشيت دقائر انتو ما شوفوا شي حاجة لي سريعة وصحيحة وما كتسخنش نهائيا انتو ما شوفوا الجزر دابا كيفاش رجع بحل حكيتو في الحكاكة الرقيقة ما بقيتوش تحكو نهائيا خيزو في الحكاكة اعدى حاجة عندي انا هي نحك في الحكاكة ديما كنضرب سبعي هذي ديما وقعالية يعني خيزو هوا قطع منيل رقيق بزاف وغنزول حاجة اخرى اللي كنستعملوها بزاف دروري ما كنستعملو البصلة كل نهار فانيا اخذت البصلة وقررتها غي على ثلاثة كمشو يعني الطروفة بقوا كبارين وغادي تشوفوا النتيجة اللي كتعطي يا را دك الشي بحل السحر لازار بعض ضربات ممكن انا كمتطحنوا واحد تطلق المديالة انتم ما شوفوا البصلة كيفاش منقردها ما كنش طروفة كبار ما كنش حاجة متطحناتش كل شي كتتتتحن وبالتساوي كمعارفين ان شهر رمضان كي بغشيوات يعني كنحتاجوا البصلة بيكاترال الحشوات وهذا اضغي 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 انا كندير كل شي دقة واحدة كندير الخضراء كامل اللي غادي ندير في الحشوة كامل كنديا اضغي 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 اضغيك كل بحدي اضغيرك الواقه 데كترم الفلفلة غي تعصرات من جنابه وخرج المدية له وصافي وبقتلها في اطرافته يعني صحح وانتم ما شوفوا النتيجة فلفلة مقردة يا سلام كل شي قد قد صافي وهما المكونات الحشوة ديالي واجدين ضغية ضغية في دقائق انتم قردت كل شي ما شاء الله من نسبة لهذه الحشوة ان شاء الله سوف نشارك معكم اشنو درت بيها وهنايا المهمة الصعبة اللي بزافت الاخوات يقولوا لي ما تدري هاش في الهاشوار ولكن انا عارف الهاشوار ديالي اشنو في هذاك شي علاش استعمال اللي درتوا فيها متأكدة منو ما كانش فيه تشي مشكل فانا يدرت الدقيق وغادي نعجن فيها كان عجن فيها لبيتزا يعني لابا ديالبيتزا كان عجن فيها للمسمن كان عجن فيها لبطبوطة كلي كانت عندي شي كمية بسيطة كان نصوف فيها لبغرير كان نصوف فيها لك خط مهم هاد المسائل كاملين راح كتقضي الغرض فيهم ما تحتاجوا لتعجنو بيدكم لا تسخوا قصرية لروينة لوالو انتم ما انا يدرت كمية لولا ديال الماء حتى كنت تبس بس العجينا مزيان ونبعد غادي نضيف لها لكمية الموالية ديال ما درت تغير شوية الملحة وصافي كان عجن كدلك من ذك شرفين كان عجينة تجمع في الجواني كان نضرب بريبتها كخفيفين باش تجمع لي العجينة في بلاصة واحدة وانتم ما شوفوا معي النتيجة ما تخافوا منها لا تحرق لي يتخلى الموطر لوالو فالموطر ديالها راح كما قلت لكم الوطن دياله طالع وبالتالي راح كيتحمل هاد الأشياء وانتم العجينة تجمعات ديالكات راسها وصبحات واجدة غي ترتح شوية ونصوبوا بها شي وديان فكذلك كان معها لديك أسفل الفيديو وصف الموطر وانتم عجينة تطربوا به الكريمة وطلعوا به البيض لا شاركتوا معكم باش ما يجيكم في الفيديو طويل ولكن راح ديالك كاين في فيديو ديالهات وار اللي كانت قبل بالنسبة لهذا كلاكس سوار ديال تطرى فغي هنيكم منتطرب الكهربائي واي نتيجة خليوا ترتاح وفيديو ديال غد ان شاء الله تشوفوا معي شنو در تبيعه بالنسبة اللي مهتمة وبغد تاخد لها شوار اللي غادي تهنيها في رمضان ما عليكم إلا توصلوا معي في رقم ديال واتساب اللي غل نخلي لكم أسفل الفيديو باش هكدوزو لكومون ديالكم التوصيل را كنديرو لجميع مدن مغربية فقط كتعطيونا العنوان ديالكم والاسم ورقم الهاتف وكنسفتو لكم لكومون ديالكم كتوصلكم في حدود 24 الى 48 ساعة كتوصلوا بها كتقلبوها تشوفوها مزيان جربوا الموتور ديالها كل شي عادة باش خلصوها في حالة الى يعني وقع لكم فيها مشكل او لا شي حاجة فكنستبدلوها او لا كنردو لكم فلوسكم هكدا كنتعاملوا يعني ما كانش نهائيا الخوف ولا شي حاجة شي حاجة اللي منضمونا و انا كنت حمل مسؤوليات ديال هات الكلام اللي كنقول فكنتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم خليتكم الاخير و السلام عليكم